السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم من رحيق الإيمان الذي يأتيكم كل يوم عدى الجمعة والسبت من الساعة الخامسة حتى السادسة بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة أرحب بكافة المستمعين بمختلف ألوانهم وأديانهم وأجناسهم وطوائفهم وميلليهم مرحبا بكم على مائدة من رحيق الإيمان من العاصمة الحبيبة من عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة من قلب الإمارات أبو ظبي أهلا وسهلا بكم جميعا درس أو مقدمة اليوم بعنوان جمّة لا تحزن إياك أن تحزن إن أحسنت ووسيئ إليك إياك أن تحزن إن أطعمت وغدر بك إياك أن تحزن إن ابتسمت وعبس في وجهك إياك أن تحزن إن داويت وأذيت إياك أن تحزن إن أسكنت وشرت إياك أن تحزن إن أسقيت وأصابك العطش إياك أن تحزن إن جمعت وغيرك بعثر وغيرك بعثر إياك أن تحزن إياك أن تحزن إن قمت بكساء أحد وغيرك حاول أن يعريك إياك أن تحزن سيد الفاضل من روائع القرآن أن الله يحذرك بأسلوب رائع جميل يخاطبك لتفتح الأذن وتستيقظ العقول وتنتعش الضمائر من أسلوب القرآن الرباني الرائع من أسلوب القرآن المبهر الجميل الذواق أنه يخاطبك بآية لتلتفت لجميل المعنى بها يخاطبك الله عز وجل الشانه أحيانا بآية ومن ورائها ألف نصيحة يحذرك ولكن بأسلوب رائع جميل لا يمر أبدا على ذوي الألباب يا سيدي من الذي يرث من الذي يرث لو سألتك سؤال من الذي يرثك من الذي يرثك من من يرثك الأبناء زوجة الأم لاب أقرب الناس إليك يرثونك يرثونك ومتى يقال عنه إرث ما بعد موتي يطلق عليه إرث انظر لجميل التعبير القرآني يا سيدي من اشتريت له وسادة لينام سيرئثني عند أول حينما أضع رأسي في قبره نعم سيبكي ويجس على قبري ويضع تلك الصورة بالأبيض والأسود ويقف على جنباتها وتنزل الدموع الرقراقة ويتذكر محاسنا به نعم لبأس لكن سينسى وينسى ما أجمل التعبير القرآني وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كأن الله عز وجل يرسل لك رسالة خفية أنه ستنسى ما جمعت سيأخذ وتنسى وانظر لجمال التعبير وتأكلون التراث أكلا لما أنا سأرث أبي وربما أخي ابني سيرثني نعم أنا جمعت المال لا تظن أنك أعز من المال ستنسى ويبقى المال ستنسى ويبقى المال فقال الله وتأكلون التراث أكلا لما ما معنى لما يا شباب أنت تقول لمه لمه صح لمه أي جمعه كأن الله يقول لك سيأتون لكل درهم يجمعونه من كل حدب وصوب سيقفون على عتبات منزلك يبحثون في زواياه يذهبون ليبحثون ماذا تملك وما لا تملك سيقتصون من كل درهم من كنز لك ربما لا يسألون عن دينك سيسألون ماذا جمعت ماذا كنزت ماذا تملك فقال الله بكلمة شبههم الله بذاك الرجل الذي يقوم بالجمع أمام عينيه كل ما يبصر يجمع كل ما يبصر يأتي به فكان الله يخبرنا في أول ليلة في قبرك سيحزنون لكن لا تنسى نوم سيأكلون التراث أكلا لما فمهما كانوا أو أحبوك أو يعشقونك سيأتون لمالك ويتقاسمونه لن يتركوا درهما من حقهم لا أحد ينكر هذا لكن كأن الله يريد أن يرسل لك رسالة جميلة ستبقى لوحدك ما جمعت لهم سيأخذ ما كنزت لهم سيأخذ لا محالة لا هروب لكن ستبقى لوحدك ومن جمال التعبير القرآني حينما قال الله عز وجل بعدها مباشرة لماذا يا رب لماذا يأخذون الإرث ويجمعونها لما ليه ما السبب وتحبون المال حبا جمى لأنهم يحبون المال لن يتركوا درهما بإرثك سيجمعون إرثك من الشرق والغرب ويسألون ماذا تملك لأنهم يحبون المال حبا جمى وعجيب يا أخي القرآن الكريم في التراث قال لما في المال قال جمى إيهن في إبداع اللغة تصنيف إنه لقول فصل في التراث لأنك تسعى للبحث والجمع فقال الله لما لأنه يجمع يجمع هكذا أنت تسعى إليه لكن في حب المال جعله الله فطري كبئر الماء أو كوادي الماء الذي يأتي إليه الماء من الأودية فيجمع البئر لم يأتي للماء ليجمعه وإنما الماء جاء إليه فالجم في لغة العرب هو بئر الماء أنظر أنظر للدقة الجم في لغة العرب بئر الماء بئر الماء لا يأتي يبحث عن الماء ماذا يفعل بئر الماء؟ يبقى ثابت ولكن ما الذي يأتي إليه؟ الماء فالله عز وجل أخبرنا بحالتين بعد وفاتي تأكلون التراث أكل لما سأنت تذهب وتسعى تجمع أي ماذا يملك أبي هنا وهناك ستجمع لا يا رب لأنه جبل على حب المال الإنسان وتحبون المال حبا جم لهذا قال أحدهم من قال لا أحب المال فقد كذب فقد كذب لهذا من روائع القرآن أن الله صنفنا على صنفين بذاتنا كل إنسان به صنفين يحب ذاك الإرث الذي أتيه وجبل على حب المال لهذا ستنسى إن علقت الصورة التي يفتخر بها أبناؤك ستنسى مع أحفادك وإن لم ينسها الأحفاد سينساها أبناء الأحفاد سيقال كان جدي اسمه فلان لكن لن يقول أحد كان أب جدي يا سيدي نحن نحمل في أسمائنا أربعة أسماء أو ثلاثة أو ثلاثة طالما وصلت للجيل الرابع ستحذف ستحذف لا يعرفونك ولن يعرفونك لن يتكلموا كثيرا عن امتيازاتك وكرمك وشجاعتك ستحذف بل سيسقط الاسم من قائمة المسمى أنت اليوم ابنك يحمل اسمك وأنت تحمل اسم والدك ابن ابنك سيحمل اسمك وسيسقط اسم الوالد ابن ابنك سيحمل اسم ابنك أنت أي سيكون جده وأنت ستسقط نقلت لهم التراث والإرث والمال وحب المال لكن ذهبت لوحدك فستنسى لهذا لا تسعى كثيرا لإرضاء أحد ولا تحرث البحر لإرضاء أحد ولا تنقل جبلا لإرضاء أحد وإياك أن تحفر بئرا تجهد نفسك لتسقي الناس وتمتغرقا وازن بين ذاتك وإرضاء نفسك وغرورك وبين حاجة الناس وازن بين أخلاقك وسعة الأخلاق مع الناس وبين أخلاقك لذاتك ونفسك في إسعاد نفسك وازن بين أن تنفق على الناس لتسعدهم وبين أن تنفق على ذاتك لتسعدها وازن بين ما تسمع ما يؤذيك وما تسمع ما يسعدك وازن بين عملك وأسرتك وازن بين صديقك وحبيبك وازن بين والدتك وبين أهل بيتك وازن بين إرضاء نفسك وإرضاء الناس وازن بين فكرك والمنطق وازن الحياة موازنة السفينة إذا لم تتوازن قلبت والسيارة إذا لم تتوازن قلبت كل الأمور التي تمشي لابد من الميزان لتستمر في المشي أنت تركب دراجة هوائية بلا ميزان ستسقط كل شيء يجري على الأرض لابد له من ميزان ما بين اليمين والشمال ليستمر في المشي وأنت ما زلت حياً لابد أن توازن وازن بين طعامك وشرابك وبين حركة جسدك وازن بين ثقافتك وما بين اطلاعك وما بين تعليم الناس وازن بين نومك وبين سهرك هي موازنة لهذا وازن بين حبك لما تملك وبين حبك لذاتك فيما تملك إياك ثم إياك أن تجعل ما يصدر عن الناس سهام لتسقطك أو لتؤذيك أو لتجرحك لم يسلم من الناس رب العباد لا تعلوا فوق قدر الله إياك لا تعلوا فوق قدر الله فالله ما مسك ألسنة الناس عن ذاته فلا تطالب الله بما لم يفعله بذاته لهذا يا سادة وازن عش في حياتك أعمى وكن بصيرة عش في حياتك أصم وكن سميعا عش في حياتك أبكم وكن كليمة هكذا هي الحياة تجري عش ميتا في حياتك لا تشعر بمن حولك وعش حيا ترى كل من حولك هذه لذة الحياة يا سيدي قالها علي رضي الله تعالى إمام الحكمة قال علي رضي الله تعالى عن التغاضي نصف العافية قال التغاضي نصف العافية معنى التغاضي في لغتنا الحديثة التطنيش في لغتنا الحديثة الطاف في لغتنا الحديثة عدي في لغتنا الحديثة انسى في لغتنا الحديثة خلى يولي هذه هو معنى التغاضي فيا سيدي عش بذاتك التغاضي سيد العافية التغاضي هو نصف العافية فإياك ثم إياك أن تجعل صحتك درعا لمشاكلك إياك ثم إياك أن تجعل صحتك مواجهة مع مشاكلك بل أعظم مواجهة لحل المشكلة ألا ترى المشكلة مرحبا وأهلا وسهلا بكم يا سادة